الساعة دلوقتي تسعة مع عيد موجز إخباري جديد مع محمد عبدو التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد مؤسس شركة سينوفاك ومديرها التنفيذي وايدون جين بالرؤية المصرية إزاء توطين صناعة اللقاحات في مصر وتحويلها لمركز لصناعة وتوريد اللقاحات لإفريقيا جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري لدى الصين محمد البدري المدير التنفيذي للشركة لدفع الأطر المختلفة للتعاون مع الجانب الصيني فيما يخص توطين صناعة لقاحات فيروس كورونا في مصر حيث تطرقت المباحثات إلى الاتفاق على تعجيل إتمام مشروع بناء مستودع التبريد اللوجستي بساعة 150 مليون جرعة لقاح وهو المشروع الذي سيساهم في تعزيز قدرات مصر كمركز لإنتاج وتصدير اللقاحات في إفريقيا أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 939 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس بالإضافة إلى وفاة 27 حالة جديدة مشيرة إلى أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا وصل إلى 391.115 حالة من ضمنهم 325.364 حالة تم شفاؤها وحوالي 21.900 حالة قالت منظمة الصحة العالمية أن انتشار أوميكرون يعود إلى مجموعة من العوامل من بينها الطفرات التي يحملها المتحور وزيادة الاختلاط الاجتماعي وأكدت رئيسة الفرق الفنية في وحدة أمراض الطوارئ التابعة للمنظمة قالت إن أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس بسبب الطفرات التي يحملها المتحور مشيرة إلى احتمالية أن تتكرر الإصابة لدى من أصيب بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمه أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل حوالي 141.986 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بارتفاع يصل إلى 21% عن حصيلة أمس وبهذا يرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في الهند إلى 35.368.3700 حالة حسب ما أفادت وزارة الصحة الهندية فقد تم تسجيل 285 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الوفيات إلى 483.463 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند حوالي 472.169 حالة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية في السودان وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس سيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تم خلاله استعراض تطورات الوضع والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي قالت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظرائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال اليومين الماضيين لمناقشة الوضع في كازاخستان وأوضح المتحدث باسم الكريملين أن بوتين أجرى محادثات مع رئيس قرغزستان صدير جاباروف والرئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو والرئيس التاجيكي إمام علي رحمن ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالإضافة إلى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف مشيرا إلى أن الرئيسين ناقش الوضع في كازاخستان والإجراءات المشتركة بموجب تفوض المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي وضمان النظام والأمن لمواطني كازاخستان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أحداث الحرائق التي شهدتها ولاية كولورادو إشارة تحذير حمراء لبلاده جاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى ولاية كولورادو للقاء ضحايا الكوارث الطبيعية بعد أسبوع على حرائق عنيفة دمرت قرابة ألف منزل هناك وقال بايدن أن الرياح العاتية بشكل غير معتاد وتأخر وصول الثلوج عاملان أدية إلى تهيئة الظروف لهذه الكارثة نهاية موجز التاسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل